موسيقى كان هناك تجارب تميز ما بين اللي بيحصل جوا دماغ الطفل واحدة من الثلاث حالات اول حالة انه يسمع قصة او يقرأ كتاب مصور او لو عم يحضر فيلم والوان وموسيقى ومؤثيرات صوتية وفرقات وشي بطط وشي بتروح وشي بتجي يعني فضيع الجذب اللي هو بيشبه شوي تابلت والايباد والموبايل والشاشات عموما اوكي انه في شاشة عم تقدم لكل شي جاهز بالMRI كانوا عم يقيسوا منطقة الكلام مراكز الكلام مراكز المشاعر البصر السماع اللغة وعم يشوفوا كل واحدة شو بصير فيها ايه عم يدخل لأكسجين اكتر بواحدة منها ثلاث حالات ومين اللي عم يتواصلوا مع بعض اكتر بواحدة منها ثلاث حالات لانه بالكتاب المسموع مركز السماع طبعا عم يبقى نشط لانه فيه اكسجين كتير داخل لكن في مناكز ثاني النشاط فيه ضعيف لانه لما عم يسمع الولد اشياء غريبة ما فيه يتخيلها يعني مثلا كان فيه مطحنة ما عنده بالبيت مطحنة انا مرة بنتي سألتني شو الفلوبي ديسك او شغلة هيك سألتني عن شغلة تكنولوجيا شو الكسات او شغلة ايه ايه ام تجيلكم ما بتعرفو شو هاي يعني فصعب انه يتخيلها لما شاف فيديو كان مركز السماع نشط كتير فيه اكسجين مركز الرؤية فيه اكسجين لكن مركز الكلام المشاعر كان فيه اكسجين كان فيه مراكز معينة عم يتم تحفيزها بس التواصل شبه معدوم كل واحد محفز لحاله الولاد ما يزول ايه مجهود ايه مجهود انه يربط طب يفكر طب يستنتج كل واحد عم يحس لحاله كل واحد عم يطلق التحفيز لحاله من هاي المراكز لما ارى الكتاب كان عم يسمع من الكتاب انا عم يعني هلأ دمجت كذا كذا بحث ببعض انا انه مو بوبا اللي عم يقروا ففيه حدا عم يقرالي فأنا عم بسمع انا شايف فعن مركز البصري لكن مركز المشاعر مركز الكلام مركز التحليل مركز التواصل بين كل هالمراكز كان باعلى حالاته باعلى درجاته من التحفيز اوكي وهلأ رح نعرف ليش شغل على المشاعر اللمس الدفء الصعب الامان ليش من يم تجي هاي من انه ولد اني عم بقرى كتاب لابني يعني مو كتير منطقي لكن ترستمي الفوائد ليست فرضيات يعني نحنا عم نحكي عن اشياء مدروسة ومرصودة ومعروفة مثبتة علمياً فهي مانا مجرد انه احتمال او يمكن لا هذا شيء حتمي مثل انه لو بتاكل فرايز كل يوم بيعلى عندك الكوليسترول علم فلما اقرأ انا فهمانة فرضيات يعني حتى لو هي بتبين انه هي شو حل وحبوبة ولطيفة وفكرة انه عندما اقرأ مع اولادي تصلهم رسالة ان بابا معي ماما تحبني وهدية الوقت لا همانة مثاليات هاي حقيقة لما انت تعد تقرأ مع اولادك لما انت تقري مع اولادك بتوصل مسج قوية جدا للولد انه ماما بتحبني وبابا بيحبني وعاطيني the gift of time انا تركي كل شيء واقعدي عم بقرأ معكم قديش عظيمة هالهدية انا لو حدا بيعطيني هدية انه قدمتلك وقتي طلعنا شربنا قهوة انا ورفقتي مع بعض قدمتلي من وقته والوقت سلعة غير متجددة مو متل انطاقة الهواء فيه ثروات غير متجددة الوقت اللي بروح ما بيرجع فاني انا اعطي اولادي وقت فهاي اكبر هدية انا فيني اعطينيها ومو بسألون اعطيها لحالي نعمة وعطية الوقت السن الاصغر الفوائد القراية معه انه باخده بحضنة يعني لو لو يبقى بابي مثلا انا عمره ست شهور او عمره عشر شهور انا انا حاطته بحضنة فهو قريب مني قريب من صدري بيسمع دقات قلبي بيسمع تنفسي انا بلمس جلده بلمس ايديه هو عم يرفس وانا ماسكته فحسس بالدفع بالامان التلامس الجسدي مع الاطفان مع البابيهات بأول مناعة اوكي في كتير اشياء عم توصل من خلال اني انا قاعدة عم بقرم عولادي وحاضنتهم وقريبة منهم فزيكلي قريبة منهم نحن نكون جنب بعض بالسن الاكبر ما اننا ضد بعض مواجهين بعض لو في مشكلة مابيناتنا عم تفرق مابيناتنا لا نحن مع بعض ونحن عم شايفين بنفس وجهة النظر شايفين من نفس الزاوية ففي شراكة وفي مساواة باللي نحن عم نعمل لو هني سن اكبر واحد عيميني واحد عشمالي وحاول انيكون نفس الدفع يعني بدل ما نقعد عا السفراء نقعد قاعدة مريحة وكون كوزي يعني القاعدة مع بعض فوائد علاقاتية تربوية تعزيز العلاقة بيني وبين ولادي تفرجوا شوفوا يا جماعة مع الوقت لما اننا ما نكرر هاي العادة رح حصيروا ولادكم بيسمعوا كلامكم اكتر كيف خلي ابني يسمع كلام قضي وقت معه خليك قريب منه يعني ما يكون قريبا من ولادي انا بيزعلوا لزعلي انه تلق انا زعلت بيحسوا وبياخدوا على خاطرهم فبصير بيسمعوا كلامي اكتر لانه بدنا نرضي ماما لانه احنا قريبين من ماما احنا قريبين من بابا لانه بابا بيقرى معنا حتى لو هني ما ربطوه بهالطريقة الواعية هي انه بابا بيقرى معي نستنتج انا لازم اسمع كلمة بابا ما بتبقى مباشرة بهالشكل لكن بتبقى موجودة بدل الخناء والزعي ومن قوضة لقوضة يا ولد ما بتسمعني فوائد ادراكية طبعا تعلم القراءة والكتابة اكيد انها هاي لما رصدنا وقلنا انه ليش من نقرأ مشان نتعلم القراءة اكتر كلمة قريت كلمة تتعلم تقرأ اكتر كلمة قريت كلمة تتعلم تكتب اكتر انا بكتب شعر وبكتب كتب وقصص فكتير ناس بيسألوني شو اعمل لطور مهاراتي بالكتابة بقاللون رو سواء كلمات او احرف يعني في عندنا مثلا كتب بانواع الكتب عندنا كتب ابجادية هلا رح نبتدي ندخل شوي بنمازج الكتب وين دكتور سوس هذا كتاب دكتور سوس كتاب الالفابت دكتور سوس عنده اسلوب كتير كتير شيق وظريف بالكتب تبعه بس نحنا هدو كعناياهم من زمان اولادنا حاليا بمدارس فرنسي الفراء اللغوي كمان انتبه لتلت اشياء بالثراء اللغوي يصير عنده ثراء بالمفردات وبالمرادفات ذوي كلمتين غير بعض وبالنحو والقواعد ثراء بالمفردات يعني بصير عنده مفردات كتير بصير بيعرف اسامي الورد في ورد فل وفي ياسمين وفي جوري وفي حبا وفي زنبا وفي الحبا ورد مبارف حتى بالمشاعر حتى بكتير اشياء بصير بيعرف انه في عنده مو انه فرحان وزعلان اوكي فرحان وزعلان وغضبان ومددايق ومأهور وغيران المرادفات هم بكون المعاني اللي هو مثلا برد لا ساقعة يمكن درجة اكتر من برد لا مثلا بالانجليزي it's cold it's chili it's freezing كل هاي المرادفات ممكن تكون درجات غير طبعا قواعد صياغة الجملة فلما بيقروا الولاد بصير عندهم هاي التطورات اللغوية زيادة مدة التركيز انتموه يا جماعة لهالناحية كتير ليش؟ لانه من اكبر الاضرار ياللي عم تعملها الشاشات والتلفزيون والتابلت والبوب جي وكلها الاصاص قصر مدة التركيز بصير الولد ما بقى يقدر يقعد على بعضه اوكي اضرار الشاشات فعلاج هذا الضرر من الشاشات ممكن يتم عن طريق القراعه ليش؟ لانه الولد اوكي ما بيقدر يقعد على بعضه بس اذا الكتاب شيق وممتع وما ممفضي دنيته كله واحد يتقرأ معي اذا انا مبسوط اذا انا متحمس اعرف نهاية القصة اذا اذا انا عم نقضي وقت حلو مع بعض اذا الكتاب انا اللي منقيه ومشتريينه اذا كتاب جديد اذا فيه مليون الف سبب يجعل الولد متحمس فبيبتدي شوي بشوي يتدرب يقعد اكتر فبتزيد فترة التركيز عنده وبتزيد حدة التركيز يعني بصير بيركز لمدة اطول ويركز بشكل اكبر تدريجيا وبالتالي بصير يقعد يزاكر مدة اطول يقعد يدرس يحل وظايفه ويقعد يعمل امتحان فبيتعود على القعدة ومنكون حلنا الضرر يلي كان حاصل بسبب الشاشات اشتركوا في القناة